اشتركوا في القناة واعرب عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة من علاقات تاريخية وطيدة وتنسيق مشترك وبما يشهده التعاون الثنائي بينهما من تقدم ونماء في العديد من المجالات خاصة ما يتعلق منها بالتعاون الدفاعي والتنسيق العسكري كبلدين حلفين وشركين وقد أكد العاهل المفدى حرص مملكة البحرين على دعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك خدمة للمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهم الصديقين كما أكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه خير ومصلحة شعوبها منوها جلالته في الوقت ذاته بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن والسلم الدوليين ومنوها جلالته بجهود الفريق أول أستن في تطوير وتنمية أفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وقد أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن شكر وتقديره لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات وقد بحث صاحب الجلالة حفظه الله مع قائد القيادة المركزية الأمريكية مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة ومجمل التطورات والأحداث الإقليمية والدولية